أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبيان رفض كل المحاولات البائسة لتفتيت المؤتمر الشعبي العام حزب الوطن الكبير وذكر البيان الصادر أن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبيان يتابع باهتمام بالغ ما يدور في الساحة المؤتمرية من دعوات مشبوهة يحاول البعض من خلالها تمزيق وحدة الصف المؤتمرية مجددا على الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية والنظام الداخلي للمؤتمر والميثاق الوطني وعدم الإنجرار إلى الدعوات المشبوهة التي يسعى لها البعض بغرض تفتيت وتمزيق البيت المؤتمرية مؤكدا أن المؤتمر سيظل الحزب الرائد في اليمن وسيبقى نهجه مبدأ الوسطية والاعتدال أكد البيان أيضا تمسك أبناء المحافظة بمبادئ وأهداف وقيم المؤتمر الشعبي العام الذي أرسد عائمها الرئيس المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام الشهيد عارف عوض أزوك